تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعا برقية تعزية من سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان أهل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي وأعرب سمو وزير شؤون الديوان الملكي عن بالغ الحزن وعميق الأسى في استشهاد عدد من منتسب قوة دفاع البحرين المشاركين في الواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليتي عاصفة الحزم ويعادة الأمل إثر العمل العدواني الغادر والذان بذل أرواحهما فداء للوطن أثناء قيامهما بوجبهما الوطني في سبيل الدفاع عن الحق ونصرة قضايا أمتهم العربية سائلنا الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصدقين وأن يلهم ذويهم والشعب البحريني جميل الصبر والسلوان وأن يمنع على المصابين والجرحى بالشفاء الحاجل تعالى وأن يمنع result two types من المشاركة مكلة و manifיו جميع الشغرين وầuما يكون mikroحة وكل طلب curt فعالي اشتركوا في القناة